بصفتك مين؟ برنامج جويس عقيق كيف شفتي؟ صراحة صراحة على قد ما بحب جويس على قد ما ولا مرة قدرت أحضر حلقة كاملة بدك تعرف عني شغلة أنه مباح ليه شفتي؟ من البروميات؟ من الهيدا؟ جويس عندها طريقة أنه بتعرف تطلع الأمور منظيف وحواراتها حسيت فيهم مهضومة هي جويس أصلا بالشخص لذيذة وبتحب هيدا البورت الفني ليش وقت سألك هشام حداد عن فورتي وسألك عن ألبوم حياتي اعتبرت أنه فورتي أفضل ومثل كأنه حسيته مهنة أكتر للبرنامج فيه مهنية أكتر أسألت بالتعبير أو لا؟ بعدك عرأيك؟ نعم بعدنا عرأيك لأنه أنا أول شي مشاهدة وأنا بالضمان وحق أعطي رأيك ومثل ما غيري بيشوف يمكن ألبوم حياتي ألبوم أو صور من حياتي ألبوم حياتي ألبوم حياتي أحلى ما بحضر عن جد ما بحضر أنجأ يعني ما بدي بعد هير اتصال ترجع وتتخير لا 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 عن جد بس أنا عن جد أنه كتير قليلت أحضرني حتى فورتي بحضر منه هيك ربع ساعة تلت ساعة أنا حدا شوية تيفي ما فيه ويحصرني كتير عد أحضر تيفي يعني نشرت الأخبار وبس حتى اللي ما بيعرفون عن ما بحضر ما بحضر حالي ما بحياتي رجع عامل ري بلاي لحلقة بيروت اليوم وتشغلط عندنا بالدمان لازم تحضر حالة تتحسن سأنه ولا مرة طبيعة برنامج فورتي سرعة الأسئلة جيسيكا is doing good كمانا فيه بس ما بتحسي أنه مادة ألبوم حياتي انتشرت أكتر على السوشيال ميديا شفتنا فيديوز راحوا فيرل بينما فورتي إلو كذا سنة على هوا بيجيب ديوف مهمين ما بحضر إذا معيار السوشيال ميديا هو ريليتد للمهنية أكيد نجاح الحلقة إذا فيه لعالم ديولته إذا أنا جيت تحكيتك إذا قدمت لعالم همون راح يدولون أنا هلا احكي أنا وياك بموضوع سكشول بتروح فيرل بس أنا وياك ما منكون مهنية رح نحكي بموضوع سكشول لا ما رح نحكي ليه بدك تحكي مشو فيها وين غلط بس عم بحكي اليوم أنه في أمور اللي بتبقى خارجة عن إطارها المقلوب فيها تروح فيرل بس مش يعني بتكون مهنية بدنا شوين نفرق اليوم السوشيال ميديا كمان شوهت المهنية عند الصحفيين أنا اليوم في أعمل حلقة أنا مع بحكي بس أنا أنا نبيل عواد وقت طرعت معي أول مقابلة في كذا فيديو راحوا فيرل لألة هيدا داري النجاح على أعداد الحلقة على الأسئلة يلي طرحتون على الأجوبة يلي تلقيتون وبميل تانية في أصص بتروح فيرل وفي حلقات بتطلعت فيها نبيلة وشفتها على إزاعات تانية ما جابت وان كي ما بعرف أيها يعني البرنامج ما كلهم اللي طلعتهم ثلاث أربع مقابلة يعني البرنامج ومنه جدا ناجح فبلا هيدا معيار معيار قديل مردامج متابع قديل مجاهد بس عم بحكي بالإجمال مش هيدا هو المعيار لا المهنية عم بحكي ما عم بحكي أنا عم بحكي أنت عم تسألني اليوم أنا عم بحكيك برنامج كامل متكامل أنت عم تسألني نجاح برنامج أتعب تسألني اليوم عن برنامج عم تقولي ديانا مانا مهنية لما تقولي ديانا مانا مهنية انا عم بحكي انا اليوم ما عم بقول ديانا مانا مهنية بس اذا بدي احضر جيسيكا او بدي احضر ديانا انا بلاقي برنامج 40 في احضر واكتر ام اوكي اوكي وصل الجواب انا زالت اسألتي تخليك بكمان حلقة هشام حسيت بعد الحلقة رح نعمل لمية لانبيلة معاشا مش عم بقضية عم تحطوا بنزين عم بتعاني من المعاشر مش حلقة هلأ هلأ اللي جماعتين مبلشي بتاني يعني هلأ رجعت احواليك تتحسن هلأ ما بدنا عيب نحكي عن الموضوع المادة بس بعتقد متلى متلى كل المواطنين ومتلى متلى كل الموظفين عم بتعاني بفترة اكيد عانيت انه ما بدي احكي عيب يعني اكيد كلنا كل الوقت كل الابنينية عيب ايه بس انه يمكن انا حمد الله وضعي احسن من غيري انه على القليلة يعني فيه قصص مثلا لغبت الجيبية او تعاملية ما قدرتين من وراء اكيد اكيد ما بعرف لاي بفكرون ان احنا مليونارية انا متلى 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 كل الموظفين شو متطلبات نبيلة لتعيش حياة طبيعية معها شي كفينة بس اعرف انه انا بيوصل اخر الشهر ماني عتلين اهم فقط هيدا الشي اكيد اكيد نبيل عواد اليوم عاطفيا شو مستقرة مش مستقرة لانه اسم الله يعني كل يومين تباتي بسمع بحبيب جديد اوه يعني اكتر من حاب واكتر من نفصل سحبوني وتركوني وجوزوني وعملولي قصص وسيناريوات وكل جمعة حدا اخر حدا هلأ من جمعة قالولي عنه وحيات قلرة هنه عم بيقولولي الاسم قلتلون لحظة حطيت سبيكر وعملتلون سيرتش عجوجل للزلمة ما بعرف مين هو شاب حلو؟ لا قلتلون بس ياريت يعني نقيتوني شاب حلو اخر جمعة بعدك بتنبشي عالشاب الحلو ولا الشاب المرتاح ماديان اللي بيعايشك حياة كريمة صراحة بحب الشاب الحلو بحب الجمال يعني اول امبرشن على طول ازحل الله يعني ما معقول مثلا نشوفك مع شخص منه حلو لك ما بتعرف بالنهاية مثل ما بقوله القلوب ما الاعناوين يعني بس يمكن انغرم بحدا منه كتير حلو ما بعرف ما الاعناوين ولا الاعناوين مش لألا هالحكة لا بس اوقات بس بدألك شاكري كل بنت اليوم صارت تنبش على راحتها مديان كنت من زمان جوزت وكنت من زمان هلأ قاعدة بفيلا وكنت هلأ من زمان حدا عم يتفعلك المصروفة مش لألا هالحكة رأي انا ما عمقول حدا يصرف بس انت فيك بتقبل براجل ما انه مرتاح مدياني تعيش معه لا ما بدي اقبل شو المادة اليوم اليوم معه بكرة ما معه شو هالحكة هيدا اليوم انا ما معي بكرة معي دنيا ظروف ظروف تطلع بتنزل في ناس ما عمليين بالبنوكة ما قادرة تصلى هلأ اهم النجوم اليوم بيقولوا نحنا ما بنقبل نتجوز شخص اذا ما بيعيشنا مرتاحين ومعه ما صار يصرف علينا اذا انت وقفت شغري عايشك لا انا بك في حالي لا ما بتخافي يوما ما مسلا تقدي بلا شغل انه كلنا في كتير اعلميين كانوا من اهم اعلميات ورجعوا قاعدوا بالبيت يمكن بخاف بس اكيد انه الله ما بيترك حدا كلنا منخاف والرجال بس يتجاوز ما بيخاف يقعد نهار بلا شغل كلنا ليه انا بدي احسبه على حالي واتكل عليه يعني ما انا بنا نوصل لمره اذا انت بتقبل تكون معيلة للبيت لا اذا قبرمت ظروفه وانا بدي كون بمحال السند كان هو زبا اكيد اتنين هول اتنين عم بيشاركوا حيات كو بليات اعنا ويا اليوم انا بشتغل هو بيشتغل قلبة الظروف انا واقف شغل فترة هو هيدا الحيات بس بدنا نفهم شغلة ما بقى البنات بدون ينبشوا على كرادت كارد مش مزبوطة تروح تكفي حالة تعيش لحالة تطلع هي مصروفة تفكر مثلها مثل الشاب انا بدي اقمن حالة انا بدي اشتري بيت انا بدي اطلع مصروفة انا بدي اشتري غرادة كله بيقبل بمعاش عادل بنات لانه بكرة بدي اتجوز حدا يصرف علي شو عامل ربي ولادنا شو عامل ربي مجتمعاتنا عشو على الاتكالية على بنت تطلع سخيفة همه بس انه تضبط حالة تتلاقي عريسي شيلة شو هالحكا شو هالحكا